دلوقتي عايزين نبدأ حلقتنا بحاجة مهمة جدا تقرير بعنوان الرحلة الرحلة ماشية ازاي؟ الرحلة بدأت ازاي؟ كنا فين في مدينة العالمين؟ وصلنا فين؟ ده اللي هنبدأ به حلقتنا دلوقتي مع حضراتكم مدينة العالمين الجديدة هي واجهة عالمية للسياحة والحياة العصرية والتنمية المستدامة على ساحل مصر الشمالي مدينة ذكية ساحرة تعكس التطور العمراني الذكي وتمتلك كل مقاومات التنمية المختلفة لذلك ينظر اليها الكثيرون باعتبارها مستقبل مصر السياحي والعمراني الجديد تعتبر مدينة العالمين الجديدة احدى مدن الجيل الرابع وتشمل مراكز فجارية عالمية وأبراجا سكنية وسياحية كما ستغير خريطة السحل الشمالي بأكمل والمفهوم الذي أنشئ على أساسه فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام وليس في موسم الصيف فقط كما هو معتاد موقع المدينة المميز يجعلها بوابة مصر على إفريقيا فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة وجذبت عددا من الشركات العالمية للاستثمار بها وتبلغ مساحة المدينة خمسين ألف فدان بعمق أكثر من ستين كيلو مترا جنوب الشريط الساحلي بالإضافة إلى إطلالتها المميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمسافة تصل إلى أربعة عشر كيلو مترا ومن المخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من ثلاثة ملايين نسمة تضم المدينة أبراد فندقية تنافس في ارتفاعها وجذبيتها أهم المدن العالمية كما تضم مركز مؤتمرات عالمي مجهز بالكامل على أحدث المستويات العالمية أيضا تحتوي المدينة على مركز طبي عالمي بمساحة أربعة وأربعين فدانا ومركز خدمات إقليمية ومن أهم مميزات مدينة العالمين الجديدة هو انفرادها بمعالم تأتي على أحدث المستويات التكنولوجية والعمرانية التي لا نفكيل لها بالشرق الأوسط ومن أبرزها مراكز بحثية وجامعات على مساحة بلغت ألف فدان وكذلك ممشى سياح دولي بطول ثمانية عشر كيلو مترا بالإضافة إلى المتحف التاريخي المفتوح والمنتزه الدولي والمدينة التراثية بجانب احتوائها على مسرح روماني ومباني الكلازا والمركز السياحي العالمي مدينة العالمين الجديدة تضم عددا من المشروعات المختلفة أبرزها ناطحات سحاب سياحية وسكانية ممثلة في مشروعات أبراج العالمين الجديدة بأدوار تصل إلى 35 طابقا وتطل على البحر مباشرة هذا بإضافة إلى المنطقة التكفيهية التي تضم جراش يتسع لثلاثة ألاف سيارة وعدد من المحال التجارية لأهم المركات المصرية والعالمية ومن ضمن المشاريع أيضا تم تنفيذ كومباوند سكان عمراني متكانل على مسطح 700 فدان يضم عددا من الفلات والشريهات بجانب شقق العمارات التي تضم العديد من الوحدات السكانية حوالي 12500 وحدة وتتمتع منطقة الفلات داخل كومباوند السكني بمدينة العالمين الجديدة بطبيعة خلابة لكونها مقامة على جزر صناعية وكل جزيرة تحتوي على عدد من الفلات بطابع خاص أيضا تحتوي المدينة على أول محطة لإنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى 100 ألف لتر مياه يوميا ومحطة للصرف والتحلية ومشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجزا بالإضافة إلى مشروع لزراعة محاصيل مختلفة مثل النخل والزيتون والرومان ترجمة نانسي قنقر